تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلا رمضان بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر وقد صرح وزير التموين والتجارة الداخلية علي مسلحي بأنه سيكون من بين الحضور هو ورئيس الشركة القابضة للصناعات على فهم ورؤساء الشركات التابعة والمنتجين المشاركين بالمعرض على أن يتم إتاحة المعرض للجمهور اعتبارا من صباح الغد مع استمراره في المحافظات حتى نهاية الشهر لتوفير السلعة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى